السلام عليكم جماعة الحوثي بدأت بأولى خطوات الحرب الأهلية وذلك من خلال تحركات عسكرية خطيرة نفذتها في 72 ساعتنا الماضية داخل اليمن وتحدثت عن هذه التفاصيل عدد من المصادر اليمنية المحلية على سبيل المثال كما نلاحظ هنا خبر ويمن ديلي وكذلك شيبا انتليجنس البريطاني والأمر مرتبط بعدد من جبهات في داخل اليمن بين جماعة الحوثي من جهة وبين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة أخرى والتحرك الأخطر العسكري الذي جرى بين جماعة الحوثي وبين الحكومة الشرعية تحديدا هو جاء في مدينة تعز وتحديدا إلى شرق مدينة تعز دعونا نقترب من شرق مدينة تعز والذي جرى هنا من خلال هذه الأنباء هو أن جماعة الحوثي أرسلت عددا من مقاتليها إلى داخل مناطق سيطرة الحكومة الشرعية باتجاه منطقة كلابة التي تأتي إلى شمال شرق تعز وكذلك قامت باستهداف مواقع للحكومة الشرعية اليمنية في منطقة صالة وذلك من خلال استخدام أو إرسال عدد من مقاتليها بقذائف الاربي جي هم الذين قاموا باستهداف هذه المواقع وكذلك قاموا باستهداف أيضا تبت الكريفات أيضا بالأسلحة الخفيفة وحتى بالهاون وهذا التطور من قبل جماعة الحوثي هو يأتي بعد أن اتفقت الجماعة مع الحكومة الشرعية قبيل عيد الأضحى بفتح الطريق الذي كان مغلقا لفترة طويلة بين حوبان وبين شرق مدينة تعز من أجل تسهيل وضع المواطن وحركته الوضع الاقتصادي بشكل عام ولكن المفاجأة هنا دخلنا الآن في مرحلة مختلفة وهو عمليات تسلل وعمليات استهداف واضحة كما نتحدث إلى شرق تعز وهذا قد يوضح أن هذه الجماعة تهدف فعلا إلى إضعاف مواقع الحكومة الشرعية الموجودة شرق تعز فتح بعض الثغرات واستغلال أي نوع من السيطرة أو الاشتباك في الداخل ضد الحكومة الشرعية لكي تتقدم عبر الطريق الذي قامت بفتحه باتجاه شرق مدينة تعز وعدد من الطرق الفرعية وبالتالي تحاول قضم المنطقة الشرقية من مدينة تعز المحاصرة من قبل جماعة الحوثي من ثلاث اتجاهات كما نلاحظ من الشرق ومن الشمال وكذلك من الغرب والجماعة منذ فترة وأخرى دائما تكرر تهديداتها باتجاه مدينة تعز طبعا القوات في الحكومة الشرعية كانت منتبهة لهذه التهديدات وقامت بالاشتباك مع جماعة الحوثي ومع المجموعة المتسللة باتجاه كلابة وتمكنت من عملية إيقاع العديد من الخسائر والجرحى والقتل بين طبعا المقاتلين لجماعة الحوثي بحسب ما تحدثت عنه الحكومة الشرعية وهو الذي أدى في نهاية المطاف إلى انسحاب هذه المجموعة وكذلك قامت بالرد على مصادر النيران التي استخدمتها الجماعة في الاستهدافات التي تحدثنا عنها في تبة الكريفات وكذلك في صالة وردت طبعا بقذائف الهاوى وغيرها على هذه الجماعة وبالتالي لم يكن هناك أي تغير على وضع السيطرة في هذه المنطقة لكن هذا التطور يعتبر خطير لماذا؟ لأن كان هناك كتابا رسميا صادرا من قبل هيئة العمليات المشتركة الخاصة بالحكومة الشرعية الجمعة الماضية الحادي والعشرين من يونيو تحدثوا بشكل واضح وطلبوا من جميع مقاتليهم بأخذ الحيطة والحذر ورفع حالة التأهب لأن جماعة الحوثي لديها خطة لمهاجمة العديد من الجبهات وواحدة من الجبهات التي ذكرت هي مدينة تعز والتفاصيل التي ذكرتها بشكل واضح أن هذه الجماعة تحاول استغلال الهجوم أو مهاجمة عدد من النقاط المهمة للغاية التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية وكذلك المجلس الانتقالي من جهة أخرى هم قالوا بأن الجماعة ستهاجم مدينة تعز وهذا هو الذي نتحدث عنه اليوم والذي حدث فعلا وكذلك أنهم يحاولون مهاجمة منطقة كرش التي تأتي باتجاه محافظة لحج وأيضا يحاولون من مهاجمة أيضا محافظة مأرب المحافظة المهمة للغاية وكذلك السيطرة على طريق الرئيسي ومهم وهو بين أو الذي يمتد هذا الطريق من نقطة الضباب باتجاه جبل حبشي وباتجاه نقطة أخيرة تأتي بهذه المنطقة تقريبا إلى غربي مدينة تعز وكذلك أيضا إلى جنوب غربي مدينة تعز وهو طريق رئيسي خطير للغاية أن ما سيطرت عليه هذه الجماعة لأهداف استراتيجية مهمة وهنا واضح جماعة الحوثي طبعا تحاول استغلال عدد من المسائل المهمة استغلال عمليات التعبئة التي رأيناها من قبل هذه الجماعة منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة وقالوا بأن هذه التعبئة من خلالها سيقومون بإرسال مقاتليهم إلى قطاع غزة للقتال في تلك المناطق ولكن الآن الواضح وبحسب أيضا تقارير شيبا انتليجنس وعدد من المصادر الأخرى أن هذه التعبئة تهدف لتحقيق أهداف داخلية ولمواجهة الحكومة الشرعية وإشعال الحرب الأهلية في داخل اليمن وبالتالي هنا كما نلاحظ مهاجمة مدينة مأرب يعني أن الجماعة تحاول السيطرة على هذه المحافظة النفطية للغاية وهذا ممكن أن يعتبر مسألة استراتيجية مهمة للغاية بالنسبة لهم كذلك التقدم على محافظة لحج محافظة لحج أساسا المجلس الانتقالي الجنوبي هو الذي يسيطر عليها وأيضا في نفس الوقت السيطرة على هذا الطريق الذي تحدثنا عنه هنا الذي يأتي من ضباب إلى جبل حبشي إلى بعض النقاط الجنوبية الأخرى هو يعني بأن السيطرة عليه بأن هذه الجماعة تهدف إلى السيطرة على الساحل الغربي وهذا هو أساسا الذي ذكر من قبل هيئة العمليات المشتركة في الحكومة الشرعية أن الجماعة تريد التقدم إلى الساحل الغربي وتلاحظ هنا بأنهم يريدون تحقيق أمورا مهمة محلية داخلية وأيضا توسيع جبهتهم والجبهة التي يسيطرون عليها هنا في محافظة الحديدة على البحر الأحمر يوسعون هذه السيطرة أيضا بشكل أكبر وصولا إلى مضيق باب المندب كما هو واضح وهذا يعطيهم قدرة عالية في استهدافاتهم باتجاه البحر الأحمر وحتى مهاجمة محافظة لحج هو ممكن أن يؤدي وجماعة ممكن أن تفكر بإضعاف المجلس الانتقالية الجنوبي وذلك لأنهم يبحثون ببساطة عن إمكانية التقدم والوصول شيئا فشيئا وأن يصبحوا أقرب شيئا فشيئا باتجاه خليج عدن المهم للغاية وهذا يعود بسبب أن جماعة الحوثي نجحت في الفترات الماضية في الأسابيع القليلة الماضية من تصعيد وطيرة الاستهدافات وبدأت تطمح لتوسيع عملية سيطرتها ونفوذها على هذه المياه الإقليمية المهمة على سبيل المثال الجماعة خلال هذا الشهر في الثاني عشر من يونيو قاموا باستهداف هذه السفينة سفينة توتورة التي ترونها بزورق مفخق وضرب هذه السفينة مباشرة وتسربت المياه للسفينة وبعدها بستة أيام غرقت وسط البحر الأحمر وكذلك أيضا مؤخرا تحدث العميد يحيى سريع والقيادة المركزية الأمريكية بأنهم نجحوا تماما باستهداف بزورق مفخخ كما تلاحظون باتجاه هذه السفينة وهي Trans World Navigator وتمكنوا من إصابتها كما تلاحظون بهذه الطريقة مما أدى إلى أضرار واضحة بهذه السفينة وكذلك أدت إلى إصابات وإلى جرحة بين الطاقم الموجود فيها وأيضا أن الجماعة يجب أن لا ننسى قامت بكل هذه الاستهدافات وهي استعرضت في نفس الوقت إحدى الزوارق المفخخة الخاصة بها باستهدافها لهدف بحري أطلقوا عليه طوفان واحد كما تلاحظون واضح جدا أن طبيعة الدمار الذي يحدثه هذا الزورق وليس عادي وقد يكون هو الذي استخدمه ضد Trans World Navigator وعندما نلاحظ هذا الهدف البحري الذي كان قد استهدف بهذه الطريقة هو بطبيعة الحال معقول أن يكون في البحر الأخمر ولكن هناك صورة محدثة من القمر الصناعي إذا ما اقتربنا من محافظة الحديدة ومن مدينة الحديدة تحديدا هذه هي المدينة وهذا هو الميناء وأن نتجه مباشرة إلى أحدى السفن البحرية القديمة التابعة أساسا للجانب اليمني ستلاحظ بأن هناك سفينة متطابقة مع ما نراه تماما مع ما ظهر معنا من هذه الصورة لاحظ هذه الصورة ولاحظ هذه الصورة متطابقة تماما وهناك الصورة أوضح لهذه السفينة المركونة في حقيقة الأمر منذ عام 2016 ولاحظ صورة القمر الصناعي تعود إلى عام 2017 يعني هو هدف موجود وتدرب عليه وتلاحظ هذه الصورة أوضح من القمر الصناعي ماكسر وكذلك هذه السفينة مرة أخرى لا شيء مختلف أبدا وهذا الهدف من عملية معرفة هذا الزورق وموقعه هو يعطي فرصة واضحة لمعرفة أين يتواجد هذا الزورق الجديد ألا وهو المفخخ طوفان واحد وأيضا يفتح الباب لمعرفة أن جماعة الحوثي بهدفها وبأهدافها وبرغبتها بالوصول إلى هذا الساحل الغربي فإن هذا يعني أن هذا الزورق ممكن الذي ينطلق من هذه المنطقة وتم تجربه من ميناء الحديدة لا يشكل خطرا فقط على البحر الأحمر وإنما من الممكن أن ينطلق إذا ما تمت السيطرة من هذه المناطق أو على الساحل الغربي أن يكون متواجدا في هذه المنطقة القريبة للغاية كما نلاحظ من مضيقي باب المندب كما هو واضح منطقة ضيقة نوعا ما ومن السهل لهذا الزورق أن يحقق الكثير من الاستهدافات الناجحة طبعا إذا ما جاءت أي سفينة من هذه المنطقة وكذلك سيكون قادرا على الوصول أيضا إلى خريج عدن وهذه مسألة استراتيجية مهمة بالنسبة لهذه الجماعة والجماعة لم تعد تحقق النجاحات فقط على مسألة الزورق المفخخة لكنها أيضا تحقق النجاحات في الصواريخ وحتى الطائرات المسيرة إلى درجة كان هناك مصدر مهم للغاية وهو Defense Innovation Unit الذي ذكر في 24 ساعة الماضية بأن البحرية الأمريكية طلبت من الشركات الأمريكية أن تجد حلا لتهديدات جماعة الحوث وأن تحاول من تقديم حلول لمواجهة الطائرات المسيرة الخاصة بهذه الجماعة مما يوضح أن الولايات المتحدة لديها مشكلة حقيقية في مواجهة هذه الجماعة لا بل أن حلف حارس الازدهار والولايات المتحدة بشكل عام تتعرض لانتقادات كبيرة بعد سحبها لحاملة الطائرات الأمريكية يو أس أس دوايت آيزنهاور من البحر الأحمر واستبدالها بيو أس أس ثيودور روزيفيلت التي هي متجهة الآن إلى البحر الأحمر المشكلة أن يو أس أس دوايت آيزنهاور تركت منذ أيام البحر الأحمر ويو أس أس ثيودور روزيفيلت لم تحل محلها مباشرة وهي بحاجة إلى الوقت بحاجة حتى الأسبوع القادم كي تصل إلى البحر الأحمر وبسبب ذلك جاءت كل هذه الاستهدافات باتجاه السفن التي تحدثنا عنها أغرقوا سفينة وأصابوا سفينة أخرى التي تحدثنا عنها ترانز وولد نابيجيتر والحاملات الطائرات غير حاضرة وبالتالي أسئلة كبيرة عن مدى نجاح وقدرة الوليات المتحدة في مواجهة جماعة الحوثي وكل التهديدات التي تقوم بها هذه الجماعة وهذا والذي دفع في نهاية المطاف البنتاجون أن يرد وأن يقول بأنهم قادرين على مواجهة تهديدات جماعة الحوثي حتى بدون حاملة الطائرات الأمريكية لكن القلق طبعا موجود وواضح للغاية وكذلك الجماعة إذا ما تمكنت وبحسب الأهداف التي تهدف إليها والسيطرة على الساحل الغربي ولا يفتح الباب أبدا فقط على توسيع هجماتها وفعالية هجماتها في البحر الأحمر أو خليج عدن لا أبدا بل إنها تفتح الباب أيضا لجماعة الحوثي أن تنقل أسلحتها باتجاه من؟ باتجاه حركة الشباب في الصومال حيث رأينا بأن هناك تقريرا واضحا من قبل السينان الأمريكية التي تحدثت بشكل واضح بمعلومات استخبارية أن جماعة الحوثي قامت بعدد من النقاشات والمباحثات في مسألة إرسال أسلحتها باتجاه حركة الشباب في الصومال لتحقيق هجمات أكثر فاعلية باتجاه المحيط الهندي وبالتالي هناك أهداف استراتيجية طبعا وبكل تأكيد ممكن أن تتحقق لهذه الجماعة إن ما تمكنت من تنفيذ هذا الأمر والوصول إلى السواحل الغربية لكن دائما وأبدا الحرب الأهلية قد تعني صفحات جديدة في المنطقة وقد تعني دخول دول كبرى في هذه الحرب بشكل أو بآخر ترجمة نانسي قنقر